أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننتقل للحديث في هذه الحلقة عن علم كبير من أعلام التراث العربي في العراق ذلك هو المحقق التراثي الأديب القانوني عبود الشالشي ربما كثيرون من أبناء هذا الجيل لا يعرفون من هو عبود الشالشي كما كان يعرفه أبناء الجيل السابق مع أنه توفي قبل فترة ليست بالطويلة توفي عام 96 لكني متأكد من أن كل من سيتجه إلى دراسة التراث العربي في العراق أو من غير أبناء العراق من أبناء العالم العربي والإسلامي سيعرفون من هو عبود الشالشي من خلال ما ترك من آثار محققة أو مؤلفة هذا الرجل كان لا ينفك إطلاقا عن العمل العلمي والأدبي حقق نحو من 25 مجلدا بين تحقيق وتأليف 14 مجلد منها في التحقيق والباقي مؤلفات وهذا عمل كبير حقيقة مع الظروف التي عاش بها ألف في موضوعات غريبة مجلدات عديدة نذر نفسه من أجل الحصول على هذه المخطوطة وتلك حتى جمع مكتبة نفيسة من المخطوطات المصورة والكتب ضاع معظمها وفقد في أثناء بعض الحوادث المؤسفة التي جرت في لبنان حيث كان يقيم إذن نحتاج أن نلقي ضوءا على عبود الشالشي وهو بالمناسبة من منطقة الدجيل ووفد أهله أو أسرته وفدت إلى العراق كما وفد عدد من أبناء بلدته إلى أقام بعضهم في الكاظمية بعضهم في الأعظمية وبعضهم في محل السبع بكار وهو وجد نفسه يعيش في هذه المحلة الأخيرة في سبع بكار حيث أقامت أسرته هناك والطفل عبود الشالشي كان نفسه تواقع إلى أن يرقى بمستواه العلم والثقافي منذ طبفولته في حصر كان قلة من الناس من يتجه إلى دراسة أو إلى الدراسة في المدارس الحكومية وأكثرهم كان يكتفي بالدراسة في الكتاتيب التقليدية اتجه هو ونحمد لأسرته أنها وجهته لدراسة في المدارس النظامية لننسى هو مواليد عام 1900 1900 يعني في العهد العثماني أو آخر العهد العثماني اتجه لدراسة في المدارس الابتدائية ودرس في المدرسة الجعفرية المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة وكانت هذه المدرسة متميزة في المستوى العلمي لمدرسيها وقد تخرج منها عدد كبير من النابهين أكمل دراسة في هذه المدرسة واتجه لإكمال دراسته في الإعدادية المركزية وكانت الإعدادية المركزية مدرسة الصف يعني من الأذكياء النخبة من الأذكياء والمتفوقين ومع ذلك تفوق في دراسته وتخرج منها وبدأ يعني يشق طريقه في مجال الإكمال الدراسة فاتجه إلى دراسة الحقوق وتخرج من كلية الحقوق متفوقا في عام 1930 وعمل في الوظائف القانونية يعني بدأ بوظائف صغيرة تتناسب مع مستواه كخريج جديد من كلية الحقوق ثم ظهرت نباهته ولفت نظر أقرانه ومسؤوليه فأخذ يرتقي في هذه المناصب حتى صار مديرا أو للمحاكم المدنية وقاضيا وبدأ يتولى المناصب القانونية الرفيعة تعينه على ذلك ما يأتي أولا علمه بالقانون وولعه بدراسته حتى وهو قد تخرج من كلية الحقوق كلية القانون حاليا ثانيا لغته العالية لغته العالية حتى أنه كلف بتدوين الإفادات المهمة في بعض الجلسات المهمة وهو الذي سجل كلمة عبد المحسن السعدون التي قيل أنه انتحر بعدها كان الرجل يعني يستفيد من هذه المناصب التي تبوأها في أن يسجل كل شاردة وواردة مما كان يطلع عليه كان شاهد عيانا لكثير من الحوادث المهمة التي مرت بالعراق في ذلك الوقت وبعد ذلك يعني بعد حين ترك المناصب والوظائف واتجه إلى المحامات وحقيقة سيرته محاميا لم تكن تقل لم تزد عن سيرته في الوظائف القانونية والمناصب التي تولاها في مجال المحاكم وغيرها حينما أصبح محاميا طارت شهرته ببراعته ومهارته في هذا المجال وقصده أصحاب المظالم وكثيرا ما كان يتنازل عن أتعابه لهم يعني هو يتحيز للحق فيضحي بأتعابه من أجل أن يفوز بهذه القضية لكي يخفف عن صاحبها ما كان يعانيه من ظلم ما وتلك كانت حقيقة صفة المحامين يعني الذين اتصفوا بهذا القدر من النبل وحب الخير لم يكن يأبه لأن يتنازل عن أتعابه إذا ما رأى أن صاحب القضية يستحق أن يقف إلى جانبه أن يقف إلى جانب صاحب القضية المعروضة عليه ثم أنه كان يشجع الشباب الناهض أن يدرس القانون كثيرون أصبحوا محامين بفضل نصيحة نصحهم إياها عبد الشالشي يعني يشجعهم على الدراسة يشجعهم على الارتقاء بأنفسهم إلى مستويات أعلى في درس القانون فأصبح منهم الحكام وكبار المحامين كان بناء حقيقة وراعيا ومشجعا للشباب لمواصلة الدرس لاسيما في هذا النوع من الدراسة قضى حياته في مكتبه ولكنه لم يقتصر في نشاطه على هذا العمل وحده وإنما كان يخصص وقتا لا بأس به في كل يوم في دراسة الكتب التراث يعني كان يخصص ساعات من كل نهار أو ربما إلى ساعة ثانية بعد منتصف الليل يعمل على الترجمة والاطلاع والكتابة ودرس التراث يعني هذا شأن الإنسان المثقف حقيقي الذي يتجاوز اختصاصه الدقيق المهني إلى أن يوسع فقه ويعمل في مجالات التقافة الرحبة فقضى وقته في ذلك حتى حينما قامت ثورة 1958 وفرض منع التجول لفترة ليست بالقليلة في السنوات الأولى من الثورة وجد في هذا فرصة له لكي يعتكف منع تجول يعتكف في بيته ليعمل على دراسة التراث العربي والكتابة فيه والترجمة وما هو عدى ذلك من أعمال علمية وثقافية كان الناس يتبرمون بمنع التجول يحرمون من الذهاب إلى المقهى وزيارة الأصحاب لكن الرجل كان له من الحب العلم ما جعله يرتاح إلى هذه الإقامة الإجبارية في بيته لكي ينفق هذا الوقت الميت في نظر الكثيرين بأعمال ثقافية مفيدة في عام 64 بلغ الستين تقريباً أو يزيد وأحيل إلى التقاعد بسبب بلوغه عمر التقاعد ربما كان غيره يكتفي من بعد هذه الحياة الحافلة بالقضاء والكتابة والقراءة أن يجلس ليرتاح في بيته لكن الرجل كان مندفعاً تماماً تحدوه رغبة قوية لأن يبدأ حياته منذ إحالته للتقاعد بأن يعمل في مجال دراسة التراث العربي الذي كان مولعاً به ومعجباً به أي ما إعجاب فسافر إلى لبنان نائياً بنفسه عن التقلبات السياسية التي بدأت تعصف بوطنه بين حين وآخر ذهب إلى لبنان وأقام في منزل هناك وجمع مكتبة جديدة في منزله الجديد ثم انصرف إلى التحقيق تحقيق التراث يعني إخراجه من وضعه كمخطوطات مفرقة في هذه المكتبة وتلك والمقابلة بينها والقيام بأعمال علمية معقدة لكي يخرج الكتاب محققاً دقيقاً مطابقاً للفظ المؤلف كما يقول المحققون قام بعمل مضني ولم يكن يحتاجه إليه يعني هو راجل متقاعد ويفترض أن يقضي سنواته الأخيرة مرتاحاً في هذا المكان الجميل من ربوع لبنان لكنه انصرف يقضي يواصل الليلة بالنهار ليحقق كتاباً عظيماً وهو كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي وحقيقة هذا الكتاب كتاب موسوعي من عيون التراث العربي بدأ أعماله بتحقيق هذا الكتاب ويقع في مجلدات عديدة حققه مجلداً بعد مجلد وكان حينما يأتي المجلد إلى الأوساط الثقافية في وطنه بغداد فالعراق يستقبله المثقفون ومحبو التراث باستقبال عظيم هذا الرجل حقيقة لم يبقي له وقتاً إلا وأنفقه في تحقيق هذه الموسوعات التي عجز كثير من غيره على تحقيقها من يحقق كتاباً في عشر مجلدات يعني هذا عمل شاق صعب بعد ذلك حقق كتباً أخرى مهمة حقق كتاباً كان قد حققه من قبل في عام 1902 آدم ميس المستشرق الألماني وسماه حكاية أبي القاسم البغدادي فدرسه دراسة جيدة عبود الشالكي وتوصل إلى أنه لا مؤلفه حكاية أبي القاسم ولا هو اسمه هذا وإنما هو نص لمهم لأبي حيان التوحيد يعني كانت تحقيقاته تنمو عن اكتشافات مهمة في مجال التراث نسب الكتاب إلى صاحبه وحققه تحقيقاً جيداً وعلق عليه تعليقات مفيدة جداً يعني كشف فيها غوامض هذا النص الفريد المهم والكتاب لقي يدهعاً وانتشاراً قام بأعمال أخرى كثيرة يعني منها مثلاً مثلاً من الأعمال التي ينبغي أن لا ننساها كتب كتاباً والله لو أن نذكر هذه الصفة فيه يعني كان الرجل حينما يحقق كتاباً من هذه الأنواع لا يعني يتكاسل عن أن يسافر إلى أي بلد يعرف أن فيه نسخة من هذا المخطوط بدأ يعمل في تحقيق ديوان شهير لكنه لم يحقق وهو ديوان ابن الحجاج هذا الديوان كان المحققون يعافون تحقيقه لما فيه من لفظ ثم وجد حينما اطلع عليه أو على بعض مجلداته أنه يعني جدير بأن يحقق وبدأ يبحث في فهارس المخطوطات عن أي مكتبة يمكن أن يكون فيها جزء ولو جزء من هذا الديوان الكبير الذي يقع في مجلدات عديدة ثم علم أنه موجود في بريطانيا فلم يتكاسل أو يتوانى أن يركب إلى بريطانيا وهناك يفتش في مكتباتها فيجد أن مجلدا منه موجود في مكتبة المتحف البريطاني ونسخة منه موجود في مكتبة جامعة لندن فصور النسختين وعاد وفرح ولم يعمل أي شيء آخر في بريطانيا يعني كانت رحلته مخصصة للحصول على هذين الجزئين وعكف على تحقيق هذا الديوان كان لا يحول بينه وبين الحصول على مخطوطة شيء يسافر من أجلها في عهد لم يكن الأنترنت موجود ولا وسائل ثورة المعلومات موجودة لم يكن يعني يتوانى عن السفر إلى حيث تلك المكتبة ليصور هذا المخطوط ويأتي به فرحا ليعمل على تحقيقه ونشره وإفادة الناس من مكنوناته انصرف أيضا إلى التأليف كتب مجموعة من الكتب أغربها ومؤلفاته كثيرا أغربها كتاب في سبعة مجلدات سماه موسوعة العذاب والعنوان يعني ربما يحمل شيء من الضيق لقارئ هذه الموسوعة تكلم فيه عن الوسائل الجهنمية التي ابتكرها بني البشر في تعذيب أخوانهم في الإنسانية وسائل غريبة بحث في المخطوطات وفي المطبوعات وفي السجلات وعن كل وسيلة مبتكرة ابتكرها هذا يعني الإنسان في تعذيب أخيه الإنسان في سبعة مجلدات حينما قرأتها عافت نفسي الطعام في ذلك اليوم أو ربما لأكثر من يوم لكنه أراد بهذه الموسوعة شيئا نبيلا يعني لم يرد أن يزعج الناس بهذه المعلومات الشيء النبيل لكي يطلع القارئ على خيانة الإنسانية التي يرتكبها بعض النفر من الناس كان يريد أن يقول أن هذا العذاب والتعذيب يتناقض تماما مع الإنسان مع قيم الإنسانية أراد شيئا من هذا فكشف عن تلك الوسائل وعن تلك النفسيات المريضة التي لجأت إلى إيذاء إخوانها في البشرية بهذه الأنواع من الوسائل التعذيب ألف كتبا أخرى كتابا ألفه في الرواتب يعني كلنا يعرف أن كان هناك موظفون في العصور الإسلامية ولكن كيف كانوا يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم ومواعيد إعطاء الرواتب إلى غير ذلك استلفت نظره هذا الجانب الحضاري هذه الجوانب قليلا ما يلتفت إليها الباحثون يهتمون بالتاريخ السياسي غالبا ويتركون هذه الجوانب الحضارية فكتب هذا الكتاب كتب عن أشياء كثيرة حتى تطور الجراحة ولا أدري ما الذي قاده إلى أن يكتب هذا الكتاب في تطور الجراحة من أقسام علم الطب في العهود الإسلامية كتب عن أمور كثيرة ربما بعضها انفرد بالكتابة فيه كما رأينا كان مهتما بالتاريخ الحضاري مهتما بالحضارة كان الرجل هو نفسه متحضرا تماما في كل سيرته كان يعني محبا لكل ما هو خاف في تراث أمته وبالتالي التفت إلى هذه الجوانب رغم أنه اضطر لأن يعيش خارج وطنه يعني من عام 64 إلى تسعينات القرن الماضي هو يعيش في لبنان ولكنه مع ذلك كان يحن إلى وطنه إلى العراق وبالتالي كان كل العراقيين من المثقفين أو محبيه الذين يذهبون إلى لبنان يقصدونه فيستقبلهم خير استقبال ويقضون ساعات من الحوار الأدبي المفيد كان يفرح حينما يستقبل أحد المعنيين بهذه الاهتمامات في بيته في لبنان لكن يعني بعض الظروف الصعبة التي مر بها لبنان الشقيق أدت إلى حرق جالب من مكتبته وتلف بعض مخطوطاته التي ألفها بنفسه ليس لنا أن نذكر هنا إلا أن عبود الشالسي يبقى علما كبيرا من أعلام التراث العربي من سدنة التراث العربي في هذا البلد وفي تاريخ أمته وإلى حديث آخر عن علم آخر من أعلام العراق نستوجعكم الله وإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته